المشاهدين أهلا بكل حضراتكم قالت وزارة الصحة والسكان أن الأشخاص ليسوا بحاجة إلى الحصول على جرعة ثانية من لقاح الإنفلونزا لتحسين حالاتهم المناعية وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الشخص الذي تناول جرعة من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم ليس بحاجة لتقرارها خلال نفس الموسم أيضا أضافت أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات أيضا وبحسب وزارة الصحة والسكان فإن إرشادات الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بتتضمن الآتي أولا غسل الأيدي بالماء والصبون قبل تناول أطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس أيضا ثانيا عدم تخطيط الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدام مناديل ورقية والتخلص منها بعد الاستخدام أما ثالثا أحرص على تناول قاح الإنفلونزا ورابعا وأخيرا يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأي أعراض تنفسية حادة على جنب آخر أكدت وزارة الصحة وسكان أن الوضع الوبائي لكورونا مستقر ولا توجد أي متحورات جديدة مشيرة إلى أن البروتوكول العلاجي الحالي بيحقق الشفاء الكامل للمصابين بشكل كبير بيصل إلى 98% وقال دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة أن الوضع الوبائي آمن ولا توجد أي مخاوف وتقوم الوزارة باتباع كافة التوجيهات الخاصة بموجهة أي تطورات للفيروس خاصة الصادر عن منظمة الصحة العالمية لافتا إلى إنعدام الإصابات بكورونا وكذلك الوفيات متابعا علينا الحصول على لكاحات والأمصال الخاصة بموجهة العدوى التنفسية أيضا تابع دكتور حسام حسني أنه لا توجد تطورات جديدة في أعراض المتحور الجديد لكورونا وكشف أن المتحور الجديد لفيروس كورونا جي أن وون هو أحد متحورات كوفيد ناينتين الأصلي وتابع اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023 والمتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم وتأثيره منخفض على الصحة العامة زي كانت كل التفاصيل لدينا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من أيها وإلى اللقاء